قسم القراءة حاسس أنه صعب تكنيقة حاد ما هي راضية تزبط وتبغى تشوف أحد يحل اختبار حقيقي قدامك هذا الفيديو باختصار عبارة عن حاجة أكثر من اللي ممكن تتصوره الشيء اللي أنا نجلس في ثالث شهور وتالث سنواتي مديك تنجلس في أقل من كده بكثير أهلا وسهلا بيكم قائز معكم عبد الرحمن وهذا الفيديو باختصار عبارة عن حاجة أنت ما حتلاقيه لاف معاهد ولا حتساق عبارة عن تشجيل اللي ورشة عمل سويتها حليت في أكثر نوع أسئلة تكرهوها أسئلة فراغات أسئلة اللي تسميه ماتشين اللي هو تحديدها للعالم وتحديد اسم الشخص اللي هو بتحتاج تحددوه وشيز فري كمتلكسي لخبط بعضكم لأنه أول مرة بتتشوف نوع بسؤال زي كده حليت من القلب وكمان مو بس كده حليت على طوفاجة بديت بجزئية تسوي لتسويش وشان مفوت سويش وما تسويها حتى لو عندك فكرة بسيطة على قسمة قراءة راح تفهم وراح تنبسط أكثر من تنبسط راح تستفيد خصوصا مع تذيب العمل اللي هيكون فحطتلك فهرش وتحجب على اسم معين أو النوع معين مأسلة وإلا تتبسط وابدأ معايا وإن شاء الله بتكون حاجة بإذن لا تستاهل كل ربع دقيقة من وقتك إن شاء الله قائز وكم على ورشة اليوم اللي راح تكون على القسم الصعب شويتين أو القسم الممكن نكون أصعب حاجة وممكن تاني أصعب حاجة للأغلب قسم القراءة فاليوم باختصار راح نتدرب تدريب تفاعلي على قسم القراءة فعالسريع خلطتنا اليوم باختصار أنه حنأخذ ساعتين حلو نأخذ تدريب تفاعلي على القراءة ويب راح أحل أسئلة أنت كنت تتمني أن أحلها من أول فباختصار تدريبنا اليوم على السريع حيكون زكرا قبل ما أسألكم سؤال هل أول حاجة حقول لك الأشياء التي تسويها على السريع على قسم القراءة اللي منكم ترك كثير منكم توقع ما دخل على قسم القراءة صح ولا لا من منكم ما دخل على قسم القراءة ومن منكم دخل فين فينك في الدورة مونا تقول لسا ما دخلت فراح تقول لسا ما دخلت أنا خلص ما دخلت لسا في الاستماع لسا في بعضك ما شاء الله خلص في المحاثة بعضك في التزييب دائما فكرة ورش العامل هي أنها تكون تناسب الجميع اللي منكم ما دخل هتنصدم شوية هتقول that's too hard وما درياشا من يعرف ش قاعد يصير لكن على نهاية ورش هتكون طاهم اللعبة واللي منكم خلص من الموضوع في البداية هتحس الموضوع بسيطة بالرحمان الحرفين قاعد يكرر الكلام اللي قاله وقاعد يلخصه في المراجعة حلوة لكن بعد لما يبدأ الأكشن هتحس إنه الموضوع بدخل على الموضوع كده من القلب وتحس إنك داخل معايا فاللي منكم ما بدأ ممكن تتصدم في البداية شويتين لكن الورشة ترى كمان مصممة لك يعني بالعكس هتسهل عليك لما تبدأ قسم القراءة ما هتكون صفر تماما هيمديك تنتقل قسم القراءة بشكل أسهل فهذه الفكرة أول حاجة فعش كده راح تكلم على السريع ما تسويها في قسم القراءة بعدها ناخد تدريب على السؤال الكبير عبد الرحمن يتمنى أنك تحلل له أكثر تدريب أسئلة الفراغات فرح نحل اسمع بعض أسئلة فراغات كويسة وجميلة ناخد بعدها بريك ساعة 17 بعدها ناخد تدريب على اختيار اسم العالم يجي لك اسم أحد يقول لك اختار A ولا B ولا A فالسؤال المتكرر جدا اللي حليت فيه صراحة من لحظة ورش زمان لكن سؤال دائما يلخبط كثير فحنحل له مرة تانية السؤال كده يعني موجود بكثرة أو يلخبط مرة بقوة يجي لسؤال الكبير ايش وضعك بين القراءة؟ قسم القراءة ايش وضعك فيه؟ يعني بشكل عام إذا انت ما دخلت في قسم القراءة بغاك تقول لي ايش هو مستواك؟ حلو؟ فهل انت متوسط سيئ كويس فيه؟ دقيقة خلينا خلينا ناخدها بالطريقة شوي استراتيجية عشان يبدين نشوف حين الجميع ايش وضعه اللي ما هو عارف اللي اللي لسه ما هو عاما دخل بقسم الآيلس يتكد تقول نص نص أو الماني متكد أو تاخد ايش اللي تعرفه اللي منكم دخل بقسم القراءة يقول لي بصراحة يعني طيب كثير منكم قاعد يقولي بالرحمن وضع مدمر ممتاز نص نص بعضكم عنده مستوى ممتاز ما شاء الله هنا اقرأ كويس كثير منكم الذي شارك في الموضوع في الجزية هذه حلو خلينا وريكم ايش قلتم طيب اغلبكم قال عبد الرحمن اغلبكم وهذه غالبية مرة كبيرة 75 تقريب من المئة وتات سبعين بالمئة عبد الرحمن وضعي نص نص يعني ماني كويس فيه ماني مرة سيئة لكن 21 اللي هي صراحة عدد كبيرة ووضعه مرة مرة سيئة وستة بالمئة ما شاء الله هم المدرسين والمشرفين على الورشة هذه اه اوكي اوسم فخلاصة انا هركز اليوم على جزئية نص 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 المدمر هنأخذ الموضوع حبة حبة ممكن توقفون الرحمن انا ما فهمت اتعقت من الموضوع طيب اول حاجة صراحة انا اعتبرها بداية او التحذير قبل ما ابدأ في ورشة هذه اللي منك قاعد يسعد الرحمن هل الورشة ستكون مسجلة ستكون مسجلة من القلب لكن كونك اصلا لايف ما تقارن دور المكثف موجودة عندك مسجلة طيب ليش اللايف اصلا اشف هدفه وليش قاعد ارسلكم 15 ايميل انك تكون موجودة معي هنا في ارض الواقع تحت حس بالطاقة انا بحس بالتوتر والطاقة اللي موجودة فدائما هتساعد حلو لكن اللي يقول عبدالحمن هل انت شخص مسجل يعني انت منت لايف لا انا لايف ويمديني اشوف كلامك عبدالله وجميع فانا معاكم قلبا وقالبا لايف حرفيا فايو طب التحذير اللي حاب اقوله قبل ما ان يبدأ قسم القراءة ما هو قسم يبدو ان قسم يعتمد على قاموس انك لازم تكون حافظ القاموس كله عشان يجيبه صح والاجابة ما هي صحيحة بمعنى اخر انت يمديك تجيب درجة كويسة لكن مو لازم تكون عارف كل الكلمات طب لسه هتلاقي عبدالرحمن يقول هذا شي سهل وممكن بالاسبريك ما يكون سهل فاقول اي قسم وتحديدا قسم القراءة ومنها قسم القراءة عندك ثلاثة اشياء لازم تتقنهم اول حاجة ممارسة القراءة كتب بوكسفورد بوكورمز اللي موجودة عندك انك تستمر عليها is just super important الجزء الثاني هو التكنيكات اللي هو جزء من اليوم اللي هو شرح التكنيكات وانك تتفرج عليها هذا جزء كمان جميل لكن جزء الثالث انك تتدرب اذا مثلا قاعد تتفرج عن الدروس يقول عبدالرحمن انا ماني زيك ايه وانت مانت زيك لانه لسه ما مارست انا مارست كتير فلا تعقد ده تقول اوه الموضوع صعب عبدالرحمن قاعد يتكلم لانه انا حرفين كنت جايب اثنين ونص اه بديت باثنين ونص حرفين نص الكلمات ما عرفها فعليك الموضوع تحتاج ايوه اليوم احنا اخد نركز على قسم القراءة بقوة لكن فيه جزء ثالث موجود او الجزء الاول لا تنساء اللي هو الممارسة فخليك ماشي عليه خليك ماشي على خطة مذاكرتك ولا تقول اوكي كيف يبقى يفاهمين وانا ما يفاهم تحتاج وحتagn Meredith تجد فيصل muitos دقيقين ا من ال انك تكلب اذا كنت متمرجز بالقراها المضروري هكذا لازم تقرأ شيء يعني عبدالك قاعد يقول انا مستوى قويس في القراءة لازم أجب روايات الاجابة لازم تقرأ شيء ناسب مستوىك الرواية دائما مستواه ناسب مستواك اذا الموضوع مرر سهل وقت حين تروح لقراته بي بي سي ادريش اشيئة تعجبك كتب عادية لكن فكرة الرواياتي تناسب المستوى المتوسط وأقل من المتوسط والمبتدئ فهذه فكرتها يلا نكمل الى حين يلا نهجب وطبعا تريد ما الرواية حلوة وتجذب القراءة أكثر بصبت تخلي الموضوع تقدر تستمر عليه وليس تكرهه ومدره يلا لأن الفكابري بصبت عبدالله يقول الفكابري في قسم القراءة جدا معقدة قسم القراءة ما هو قسم فكابري قسم القراءة قسم مهارة قراءة ومهارة استيعاب بالرغم من وجود كلمات صعبة يلا فنبدأ الآن بأشياء نتويها ومنتويها طيب نبدأ بأول حاجة طبعا نبدأ بجهد الأول الأشياء اللي بنسويها حلو؟ أول حاجة قسم القراءة كله عبارة قسم القراءة عبارة عن ثلاثة قطع أربعين سؤال ستين دقيقة فأول حاجة عندك كذلك أربعين سؤال ستين دقيقة معناها الوقت مر يضيق ألتزم بالوقت جدا قسم الاستماع ما بتحس فيه لأنه أنت ماشي مع المقطع يعني متش لكن هنا لا تحتاج أنك تكون ماشية على الوقت فالتزامك بالملي في الوقت مر 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 مهم حلو؟ أجهزة الثانية أستخدم تكنيكة حاد وأتدرب عليها كثير تمام؟ تكنيكة حاد أنا اليوم صراحة في هذا الورشة عشان الوقت ما أقول اليوم لأأخذ تكنيكة حواريكم مية عمليين وبعدين ما ترجع الدروس هتفع على تكنيكة حاد بشكل مرة واضح وبشكل جدا جميل من وإلى فرقم ثلاثة أتأكد إنك قاعد تقرأ تعليمات كويس فكرتك إنك تعرف التعليمات تعرف نوع السؤال It's just something super important وحتفرق معك بشكل مرة كبير حلو؟ حل الأسئلة بهذا الترتيب حلو؟ أول حاجة طبعا هل حتحل الأسئلة طبعا عبد المجي يجي أي أحد اللي ما أماهو ما أطبق تكنيكة حاد أنت قاعد تخسر كتير واليوم طبعا دائما ما أحل قسم القراءة إلا بالتكنيكة حاد حتفرق معك جذريا حرفيا بدلا ما تأخذ ثلاثة يجب أن تأخذ أربع في خلال الأسبوع تطور درجة كاملة وجزء من المستحيلات بصراحة قلت لأحد قلت له أنا تحسن درجة في أسبوع وقلت لك مع نفسك في التكنيكة حاد حرفيا تساعدك في هذا الشيء على طول بالنسبة لحل الأسئلة هل هتحلي عشوائيا لا أو هتحلي إيش السؤال جاء لك أو لا هتبدأ تحلي أسئلة صح وخطأ والخيارات والفراغات ممكن تنوع بينهم ممكن تبدأ فراغات أو الخيارات لكن أهم شيء أنك تبدأ بهذه وبعدها تروح الأسئلة الباقية تحديد العناوين مدري إيش الخريطة مدري أي سؤال باقي الأسئلة الباقية كلها تحلي بعدين فأول حاجة تحلي هذه الثلاثة المواع من الأسئلة هلتفرق؟ هلتفرق؟ هذا الشياء اللي أريد أن نفعلها بني جيد الآن خلينا أقرأ تعليقة حسن نور ممكن قادة بوينت تكنيكة حاد للمشكلة ما أحدد بس العناوين ما أجي أبغى أحل الأسئلة ما أكون عارفة الإجابات فأطر أرجع أقرأ القطع مرة ثانية وأحدد كلمات أكتر لحد ما أحس أن أستوعب تحس عشان أقدر أحل وهذا الشيء بيأخذ مني وقت مرة كبير نور جسي سؤالك حقراء مرة ثانية عشان الجميع يفهم تكنيكة حاد لما أحدد العناوين ما أكون أعرف الإجابات فأضطر أقرأ قطعة مرة تانية لحين الفكرة أنه نوري قد تتحين عليك تتحدد أن الإجابة موجودة في الجملة الفلانية فأنت بتجلس تدور في هذه الجملة فقط وتقريها بشكل كويس ما لقيت في الجملة هذه أبحثي من جديد اليوم المثالي حوليه إجابة لسؤال نوري حرفيا أنه عشان أجاب السؤال أحقرأ القطعة كلها لذي هي ما حينفع هو لازم تدوري ولازم تقري فقط الجملة اللي فيها الإجابة بعد ما تدوري في المكان الصحي ما ينفع تقري القطعة كلها حلو وإذا قاعدت تقري وقفني هذا السؤال حطي علامة إذا أخذ الموضوع أكثر دقيقتين ولسا أنت بتحاول تدوري ما لقيتي مكان إجابة حطي علامة استفهام وروحي السؤال اللي بعده تتسد حلو وإلا أنه زيك فدحين أنت بتحاول تمشي على تكنيكة حاد لكن أنت ما أنت مش على تكنيكة حاد أصلا فأنتي حاس أنه تكنيكة حاد ما هي تزبط لكن هو الفكرة أنك ما شعر تكنيكة حاد غلط I don't know if that makes sense Got it طيب فهذا بالنسبة لأي أحد زي نورة زي عائشة وحنان وحنان أنه اليوم حنسويها حلو واليوم حنشوف المثال بإذن الله بسرعة وبقوة من قلب إن شاء الله يلا guys أشياء ما أنا بنسويها أشياء نبغى نتفاداها بكل قوتنا رقم واحد لا توقع على السؤال اللي ما تعرفه والسؤال اللي يأخذ منك أكثر من دقيقتين قاعد دقيقتين is just the biggest thing ever لا تنقل السؤال سؤال لورقة الأجوبة فطبع عندك في قسم القراءة عندك الكتيب عندك الاختبار الورقي ما بتقوم من الحوسب في الورقي عندك كتيب الأسئلة اللي فيها الأسئلة دقيقة أزوريكم طيب حلو فمثلا مثل جدا جدا سريع هادي قسم القراءة عندنا وهذا قسم القراءة حلو هدى شكله طبعا قسم القراءة بلس عشان إلي منكم ان شاء الله جديد فأهلا للمي إنتجووسي قسم القراءة لتعارف عليه أ متسلم على بعض هذه القطعة الأولى هذه أسلة القطعة الأولى هذه القطعة الثانية وهذه أسلة القطعة الثانية هذا القطعة الثالثة wielتأكيد هذه beat فإين تتحل فأعن هتكتب الإجابات هنا لكن هل تسلم له Org تر Love هعطي لك ورقة منفصلة فيها مكان أكتب الإجابات زي ما شايفين فسؤال رقم 2 تكتب في إجابة سؤال رقم 32 لازم تنقله هنا فالخلاصة الكلام اللي قاعد أقوله قبل شوية إنه لا تنقل سؤال سؤال أنقل القسم كله مع بعض فلما يجي لك في قسم القراءة قاعد تحاول تجاوب فلما تحل سؤال 13 لا تنقله خلص أسلة الصح وخطأ كلها ونقلهم الأربعة مع بعض خلص أسلة الفراغات كلها ونقلهم مع بعض هل تنقل؟ طيب الجزء اللي بعده طبعا هذه الأمور هتتكلم عليه كثير بس هذا بس بعدني العادة السريع فلا تقرأ كل حاجة في القطعة بلس مثلا زي نور قاد قبل شوية عبد الرحمن قاعد يقرأ كل القطعة and that's just أكبر يعني نسميه من الممنوعات في قسم القراءة إنك لا تقرأ وإذا قاعد تقرأ أنت قاعد تأثر في إجابة السؤال اللي بعده السؤال اللي قبل يعني بتخرب يعني time management is just gonna go bad completely طيب نيجي دحين جزء اللي بعده لا تحرك لسانك وإنت قاعد تقرأ مين منكم يسويها ومين منكم بطل بعد ما سمع كلامي في الورش الماضية والكلام اللي قاعد يقوله يعني وقد إيش ساعدك فاللي منكم بطل وقد إيش ساعد بليز قول لي قول لي يعني أنا سوقفت وكنت أسويها وده حين صرت أسرع لأنه ما بقوله أنه guys لا تسووها guys شايفين شايفين انتم هاف شايفين فرقة كتير بس حركة واحدة أنك تقول ما حركة ما حنطق الكلام اللي حتى تعودنا عليه في الابتدائي to be honest أنطق الكلمة وقولها بصوت عالي فنقول today مايك went to the kitchen فيقولك لا أحرك لسانك فأول ما توقفها لأنه إحنا في العربي ما حتى يسويها أصلا لكن إحنا لأنه عادة كده قديمة موجود عندنا فأول ما تبطئ أنك تحرك لسانك just gonna just see much much وتركز على العين وعلى سرعة القراءة ودائما الأغلب الأحيان القلم لما تعديه بسرعة يساعدك أنك تنتقل بسرعة وهذه تكنيكة حرفين من أحد تكنيكات القراءة السريع دائما فحرك القلم اللي مثلا أهم شيء ما أسرح ونأقرأ زي أفرح تقول استخدم القلم القلم جلسة huge 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 tool got it يلا guys كفاية كلام نظري داحين نبغى نبدأ بالأكشن نفسه طيب أنا تحذير سريع حلو أنت داحين إذا أنت من الناس اللي منكم قال برحمان أنا ما شوفت قسم القراءة أنت تقريبا وليتك جز منه احتمال وضعك حيكون زي كده أوكي أوكي فخليك جاهز ممكن كثير منكم شاهد هذا النقطة لكن قسم القراءة في البداية مري يخوف دائما الكلمات دقيقة يعني ما محتاج أعلق حتى تشوف الموضوع على أرض الواقع but that's normal guys إحنا ما إحنا هنا نبغى نجيب التسعة حلو؟ إحنا ما إحنا هنا عشان نجيب التسعة نبغى نجيب الخمسة ستة سبعة ثمانية حقتنا that's it حلو؟ أنا الحمد لله في آخر اختبار تجيب تسعة من تسعة في قسم القراءة مو في العلوم تقولوك في قسم القراءة متقريبا خمسة عشر الكلمة ما كنت تعرف منها حرفين فيما بالك بالبوينت القريبة منها يلا guys let's go ahead عندنا هذا القطعة نبدأ بأول فقرة إش نسوي؟ نحن قلنا في تكنيكة حاد هل حنبدأ نقرأ؟ سؤال guys نبدأ نبدأ نقرأ يلا يلا نهجم لا نحد العنوان صح؟ ما حنقرأ فتكنيكة حاد دائما نقول حد العنوان هل أحد العنوان على طول؟ لا أبغى أقرأ العنوان القطعة كلها فلا أنا ما تلاقي القطعة لا تقراها أول ما تلاقي القطعة أنا دائما أحب هذه الجزئية صراحة لازم تعرف أشوه العنوان شوف العنوان أصلا هلو اللي منك يقعد يقول عبد الرحمن أشوف السؤال لا لا تشوف السؤال أول حاجة قبل حتى ما تحدى عناوين أقرأ العنوان والعنوان عندنا شي يقول How does baby talk give infant brains a boost هلو فهذا ش معناها؟ معناها ماذا فهمتوا؟ How does مين ما يعرف كلمة baby؟ كلنا ندري صح؟ Can we make sense? We know it Baby بسيطة Talk معناها يتكلم Give infant ممكن كلمة بعض الأحيان تكون حاجة غريبة اللي يجي له كلمة غريبة يشطبها تمام؟ زي كده ما رأيكم؟ مو أحسن How does baby talk give brain a boost Oh wow ماذا معناها؟ برمجةpiece كيف إيوه 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 أميزن أروه أميزن دوله 100% ربع بالضبط أمل 100% فالبي بيبي كيف البرين مين ما يعرف بوست أوكي هذه ممكن يقول لها نحنشب على بوست لكن بوست كده تحس كأنه حماز يدف الشخص وشيء زي كده فدائما عندي قاعدة قائزة لما تحس إنه تيجي لكلمات صعبة شطبها حط عليها أكس أو يعني زي كأنه تقول هذه كلمة أعرفها فخلينا أخمي لأنه في الاختبار ما عندي أحد حيحفظه الكلمات وما في لسة كلمات عمرها تغطي الكلمات الموجودة في الآيالز حلو؟ فبيبي كيف برين بوست أو برين أو يتشغل المخ حلو أنا دائما قبل ما أقرأ أصلا أو قبل ما أحد يعناوين أقول إنه خلينا تخيل إنه هذا مسلسل مسلسل أو كيف نسميه مسلسل أو برنامج أو دوكومنتري الناس قاعدين يسووه حلو؟ فيلم أولوه عدة حلقات كل حلقة عبارة عن فقرة يعني بمعنى آخر الكلام هذا كله خلينا أوريكم من فوق على سريع في الحين هذا هو العنوان حلو؟ هذا القطع الأولى فهذا حتتكلم على حلقة معينة الفقرة بي حتتكلم على حلقة مختلفة حرفيا زي كأنه حلقات من مسلسل وكل كل فقرة مستحيل كلام كده مرمي وبعد يقول أوكي خلينا نقسمه فدائما كل فقرة ليها هدف معين ليها فكرة معينة الكاتب يحاول يوصلها Got it؟ طيب حلو؟ فبهذا النظرية حنيجي وحنقول طيب خلينا أقرأ أول جملة موجودة حلو؟ أقرأ أول جملة وحاول أفكر من هناك أقول طيب في هذه الحلقة الكاتب يشمع لا ترجم لا ترجم وتحط عنوان فكر معايا أنه الكلام هذا يشح يكون معناه فبمعنى آخر لما نشوف العنوان حنشوف أول جملة تكنيكة حال تقول أعطيني أول جملة الجملة الجملة الأولى في انتي تنتي هنا هلو؟ فأنا ممكن أنا في الاختبار الحقيقي أحطها هذا الشيء وعشانكم عشان نخلي موضوع جميل وما حي يغش هخلي يذكره هحط فقط أول جملة نحن نبغى نقرأ الجملة الأولى بسرعة وما نبغى نترجم ونبغى فقط نخمن أنه هذا هو الحلقة رقم واحد يعني أبغاك تحط في بالك هذي ما هي رابع فقرة هذي أول فقرة فأكيد حتكون مقدمة حلو؟ فهذا المقدمة إش وضعها؟ The typical way of talking to a baby is a source of madri-ash for linguistics to hope to understand baby talk impact learning طيب فtalking to a baby الطريقة اللي احنا نتكلم فيها مع الأطفال زي كذا الكلام اللي احنا نتكلم فيه مع الأطفال الكلام الغريب المقربع اللي ما حتفهمه فالكلام نحن للصغار للأطفال هذوله له تأثير في learning فايش معنى الفقرة هذي كلها تتكلم على إيش؟ كيفية تعلم الطفل مقدمة؟ يعني فتحين كيف نقدر نلخص الفقرة هذي إيش نقدر نعطيها عنوان؟ يعني الفقرة هذي الفقرة الأولى إيش إيش الكلام الكاتب حيكتب فيها؟ إيوه إنه يؤثر إنه له علاقة بالضبط كلامكم صح كلام كله اللي قاله صح له علاقة تعليم الطفل تأثير الكلام baby talking impact talk learning كلام تعلم الطفل من الكلام كلها صح نحتاج نحطها في كلمة كلمتين فأنا نقول علاقة علاقة الموضوع بالتعلم حلو؟ يعني لأنه حتى بعنوان نفس الشي يقول بيقول نفس الشي فلو علاقة أو العلماء بيحاولوا يلاقوا علاقة فبنفس الشيء حتيجي علاقة أشياء زي كده تأثير الكلام على الطفل بضبط كلامك ما ليش أنا أخطي مش الله عصلا رهيب أنا مدري إلى درجة ليش أخطت هذا الجهاز لأنه كده كده أخطي محين قريه لكن أهم شيء بوصلت الفكرة يا شخمط هذه would mean something حاجة تخص الطفل السلطان لا حاجة تخص الطفل حاجة مخصصة اللي هو talking هلو؟ فمقدن عن baby talk وبدايته وتأثيره ومن وإنه طيب خلصنا نجي الفقرة بعدها فالمفروض الموضوع ما ياخد وقت طويل تجي دحن الفقرة بعد تقرأ طبع هل نقراها كلها؟ لا ناخد الجملة الأولى فين الجملة الأولى؟ هذه الجملة الأولى got it؟ طيب الجملة الأولى نقراها دحين early language exposure seems to have benefits to the brain for instance studies آها فالفقرة بي بتقول من أحد إيجابيات الدقيقة يعني ايش ايش تتوقعوا؟ يعني دحين القطعة أصلا قالت أو بدأت بفكرة أنه لما نتكلم يعني لما نبدأ نتكلم أو نعطيهم خبر عن اللغة أو exposure معناها نعطيهم كده خلفية عن اللغة بكل إيجابيات للمخ مثلا الدراسة فإذا قلت لك أنا بعطي مقدمة لشيء فوائد التعرض للغة من بدري مثاق حلو لكن مو قصده أصلا إذا قلت لك من أحد إيجابيات الموضوع أنا لسه في داخل في محاضرة أنا كنت أقول لك من أحد إيجابيات الموضوع هو الدراسة فهل بقية الفقرة الكلام اللي هكمله في النهاية كله هيتكلم عن إيش؟ هيتكلم عن هادي لأنه أصلا هادي مقدمة للفقرة كلها هيتكلم عن الدراسة يعني أثر الدراسة بالبيبي تاوك أو فكيف الدراسة كيف أنا ممكن أكون طالب مشتهد بسبب أن أمي أبوي يتكلم معي من بدري وضحت قايز فهو ما بيعطي أمثلة صح هو أعطى مثال لكن هذا المثال في بداية الفقرة معناه أنه لسه حيعطي لستة أمثلة يعني فهمين عليه كيف عرفت ترقاية المجد ما قريت أعيد مرة ثانية أعيد مرة ثانية قايز إحنا في إحنا قاعدين يتكلم على مسلسل حلو؟ المسلسل قاعد يتكلم كيف البيبي تاوك لما يتكلم على الطفال بيساعد مخهم ينمو؟ المقدمة في البداية قالت أنه فيه علاقة أصلا يعني الظاهر فيه علاقة طيب لما نيجي للفقرة الثانية فالفقرة الثانية لما يقول لي أنه من أحد الأشياء اللي أمثلة لها اللي هي الستديس فهذا معناه أنه بيعطي مقدمة بيأخذ جزء واحد ويتكلم عنه كيف الدراسة لها علاقة والفقرة اللي بعد هي أخذ الموضوع ثاني وموضوع ثالث وموضوع رابع واضحت؟ طيب الكلمات الصعبة اللي منكم عنده كلمات صحة ما هو عارف إنستنس هذي بسيط معناه مثال باقي الأمور كانوا ميك سنس هذي شوية كلمة صعبة معناها فالأرداء اللي هو زي الستديس فالستديس هو الموضوع اللي هيتكلم عنه فما قاعد يتكلم سوزان ما قاعد يتكلم عن فوائد التعليم المبكر صح هو قاعد يتكلم عن فوائد التعليم المبكر لا ليه هو ما هو تعليم language إنه الشخص لما أنا أتكلم مع طفل عمره سنة واحدة إيش قاعد يصير أنا قاعد أكلمه عربي فهو لما يسمع عربي بيسأل مخه بنشط مخه عشان يكون طفل أذكى أكتر في الدراسة بضبط تتطور اللغة عند البيبطة الإيجابية وحتى في الدراسة يعني هو استيعابه يتطور أكتر من لغته تتطور بضبط اللي منك يقول عبد الرحمن عبد الرحمن إيش قاعدين نسوي؟ إيه بالضبط اللي قاعدين نسوي بدون ما نقرأ نحاول نطلع الفكر الأساسي من كل فقرة حلو؟ فخلص الفقرة التعليم نجي الآن الفقرة التعليم فقرة التعليم ما شاء الله تمام؟ هنحاول نقرأ منها الجملة الأولى فركز معي فاثر 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 don't use baby talk as often in the same ways as other mothers and that's perfectly okay according to a new study هاذ الفقرة الكلام هاد الكبير كله بناء على قراءتك الجملة الأولى هيحتوي على إيش؟ يلا أعطوني أكتبوا لي فيل شايف كلام الكرانة بقام فاطمة بضمط حلو؟ اختلاف المقارنة اختلاف بين الأباء والأطفال دور الأمهات والأطفال أقضي أمهات والأعباء فتأثير الأباء أو المقارنة بالأباء والأمهات فأنا ممكن يقول mothers vs أو المقارنة fathers مقارنة بالأباء والأمهات and that should be okay أو طريقتهم تختلف فهو قاعد يتكلم عن ليش؟ طبع لأنه بقية الفقرة هتثبت طبع أنا ماني فاهم أنا ماني عارف إيش دخل يعني فهذه في دور الفقرة أصلاً إنها بتقول ليش من من وإلى الأباء ليهم حاجة والأمهات ليهم دور مختلف من وإلى فهذه هذه فقرة تهيلة مرة صراحة وفيها كلام كتير فهو هتثبت إنه إيش الفرق بينهم طيب فقايز الموضوع كيف؟ make sense؟ أحسن؟ يعني خلينا نأخذ كده وقفة سريعة إيش الصعوبة في الموضوع؟ سؤال مو الموضوع أبسط شوية؟ بتقرأ ما بترجم بتحاول تكون أصلاً بيحاول تكلم عن إيش فتكنه 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 أحد بيتكلم أنت بتسمع له كده بخمسة ثمانية وتقول آه قاعدين يتكلموا عن المضاربة اللي صار تمس فتكنه بتتجسس كده شوية وتفهم إيش اللي قاعدين يصير أبسط إن القطعة سهلة ما أدري يدولون القطعة سهلة ولا لا أولين دي حين ممكن سهلة لكن أنا ما لا تتكلم من البداية طيب يلا نكمل حلو فقرة دي حلو بالضبط الباقي تخمين زي ما مين يقول دقيقة دي لازم لازم استنتاج رهيب زي ما فاطمة تقول كم كلمة والباقي تخمين 100% فتخيل يعني الموضوع معه كله مكابري في جزء كبير من قسم القراءة جاي على التكنيكة اللي هو التخمين حلو يلا سايتس طبعا فقرة دي ما شاء الله كبيرة لكن هالجملة الأولى سايتس from the university of Washington طبعا لا تحاول تنطقهم أشطبهم حلو تمام فلا تنطق الأسماء لأنه محضية وقتك طبعا هي فاصلة هي فاصلة لها تكملة لكن تكملة مرة طويلة فأخذ الجزء الأول خلاص طيب ايش اللي صار أبحاث العلماء محادثات مسجلة بالضبط هو اللي يقول عبد الرحمن أبحاث هو صراحة كل الموضوع أبحاث القطعة كلها أبحاث صراحة فهنا ممكن الجامعات هو كله أبحاث كل الجامعة دائما موجودة يعني كيف أثبت لك الموضوع نيو ستادي بحث كله أبحاث مليان أبحاث حلو؟ في الفقر قبل أن أبحاث لكن هذي أبحاث عن إيش؟ هذي أبحاث ممكن تكون على التسجيلات recordings فهنا مثلا نقول تسجيل تسجيلات و سووا حاجة ما أدري أشياء أو recordings ممكن تكتب العربي طبعا فين هتكتبوا هذا الكلام هتكتبوا في الهامش هنا تمام؟ أو ممكن صراحة بعض الحاشة تكون سريع أو تقدر تختار 30 seconds أو recordings أو conversations حلو؟ أو الاناليسس أو الدراسة على المحادثات المسجلة ومحادثات بينهم بظبط لكن لأنه أنا بختاره عنوان لازم يكون صغير يقول تسجيل محادثات تسجيل كلها صح recordings لما تقول كيف تكون في المحوسب في المحوسب عندك رايت كليك زي كده حلو؟ ويمديك تختار أكتب نوت يمكنك تكتبيها فهذه الطريقة وعندك طريقة أنك تضغطي على هذا الكلام وتسوي highlight من عندك طيب جميل نيجي الآن القطعة اللي بعدها القطعة E Another study suggest طبعا القطعة E ما شاء الله على أهني اللي منه قال عبد الرحمن قطعة سهلة أنا قلت دقيقة خلينا ما نستعجل أنا دائما ما استعجل ما أحكم عن قطعة سهلة ولا صعبة أهم شيء يحاول أجاوب عليهم يعني في أشياء فعلا تكون سهلة وفي أشياء فعلا تكون صعبة ودورك أنك تحاول Another study suggest that parents might want to pair their youngsters up so they can bubble more with their own kind Oh wow إيش معناها؟ مم مم إيش مع evaluations pair ترى هذه كلمة شوية صعبة صعبة لك مهمة pair hat معناها اقتران ربط زوج ببنظرة هو حاجتين مع بعض pair of shoes حال象؟ مم مم ممم 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 ؟ فحاجتين مع بعض بظبط كمان فتيجي زوج لأي حاجة بظبط كلمة صعبة يونج سترز أشيل الجزء هذا الصعب إيش معناها يونج إيش معناه يونج مما يعرف سترز معناها أطفال يونج سترز أو أطفال وحارفين صيغة لليونج الشباب أو الأطفال أو اليونج بظبط طيب فيقولك في دراسة تانية في إيش إشه استنتجتوا بير يونج سترز 100% ايوه مشاركة التربية مع حد تاني جليس أطفال صح؟ أنا مثل دمج الأطفال مع بعض زي كأنه قاعد يقول إنه إنه الأباء ممكن يحيبغوا إنه يجيب يعني يكون مع طفلهم شخص تاني pair them up يعني يخليهم مجموعة أنا شخص أنا مثلا طفل لوحدي فيقولك الدراسة ديك تقول خلي واحد معهم كمان ما أدري كيف إنه يجيب واحد تاني يخلي فيه وإلا يجلسوا مع أصحابهم ويدوه في المدارس ما أدري لكن الهدف منهم إنه ما يخلوا الولد لوحده ما يخلوا الطفل لوحده ليش؟ لأنه بابل ما أعرف إش أنا عبد الرحمن اليوم قاس أعتراف إنه ما أعرف كلمة بابل أصلا حلو؟ ما أعرف ما أنا لا أعرف أبدا ولا أعرف إش ممكن يكون معناها لكن so they كان عشان يمديهم بابل مور ممكن جاي من بلا 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 وشيء زي كده ما أدري إنه يتكلموا مع their own kind مع نفس نوعهم نوعهم إيش يعني هما هما humans هما الإنسان هو نفس لكن كان قصده بناس في أعمارهم في نفس العمر يعني أنا مثلا كان فرق كبير جدا بيني وبين أبوي هلو؟ لكن أنا مثلا أنا وأخوي فرق سنتين فأحس إنه إحنا في نفس الشعب نفس يعني القصة نفس الجيل نفس الإيوه في نفس الkind بالضبط own kind exactly kind معناها صراحة نوع يعني إذا يقول mankind هو الإنسان والإيوه بالضبط ما شاء الله فيه ما شاء الله ناس رهيبين زي سلمان يقول بابل معناها ثرثرة amazing حلو طيب فهمت الفكرة؟ فهذه مثلا كان شوية صعبة إنه في كلمات غريبة وكلمة perish معناها لكن إيوه طيب اللي بعده فقرأ F طبعا هذي آخر واحدة بوعدكم ف يلا أخذ الجملة الأولى ما شاء الله الجملة الأولى كمان طويلة ترى الهدف مو تقرى الجملة الأولى كمان يعني البعض الآن ممكن أوقف من هنا وأقول خلاص أنا وصلت الفكرة عندي فكمل حالا أنا ما أقرب صوت عالي أبغاك أنت تأخذ كده شوية وقت وتقول لي أشو العنوان اللي تقترحه خلينا ناخد دقيقة كاملة فكروا فيها وأبغاك تقول لي في الشات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ميكس بالضبط فأنا أول حاجة طب ليش ليش تخربط عليه الكلام هذا كله أشطبه كله أنا ما أحتاج أعرف مين سوى بغاية تقول الفقرة يتكلم على إيش تقولك طويلة 75 طب حلو أنا عارف هذا الكلام طيب من أعمار مختلفة طيب ممكن هذا الكلام مهم 7 months and 11 months يعني أخذوا مجموعة من الناس ومجموعة من الأطفال ومنهم الأطفال اللي عمارهم 7 أشهر واللي منهم 11 ونص شهر طيب هذا الكلام حتى هذه الشرطة معناها هذول الناس صر لهم حاجة ماذا صر لهم؟ played ماذا معناها؟ play شغل music أو أي صوت يعني number of syllables معناها حاجة في الإنجلش وتذكر سمعتها وانا في الابتدائي وشو زي كده يعني أجزاء من اللغة both من لغتهم وغير لغتهم من الإنجلش وسباني إيوه فدحين قاعد يتكلم على اللغات قاعد يتكلم على لا دقيقة صح هو بيتكلم على اللي منكم كابد الرحمن بيتكلم على أطفال عداد الأطفال بالدراسة أنه بيشغل لهم مقطع صح لكن guys الكلام هذا كله حتكلم على إيش؟ إيش الحكمة أنه يعني هو بيجيب موضوع جديد هو بيجيب موضوع جديد احتمال أنه قاعد يتكلم على الأعمار ممكن تكون صح حلو؟ فالأعمار ممكن make sense أو ممكن يتكلم على اللغات فيا أنه قاعد يتكلم ما أدري يعني هو واحد لكن هي ما هي البداية ما هي الدراسة فهو قاعد يتكلم على كيف أعمار الأطفال بتفرق معاهم مثل في فهمهم من اللغات أو اللغات أو الأعمار واللغات أعمار الأطفال والفهم من اللغات ممكن بضبط ردة فعلهم حسب 100% عبد المجيد amazing عايش قال الاثنين بالضبط make sense أعمار ولغات بضبط هذا الخلاصة حلو؟ فهو بتكلم عن الأعمار إيش علاقتها بفهم الشخص للغة أو للأطفال للغة وهذه اللعبة خلصنا أنا سميها اللعبة الأولى اللي هي اللعبة المعقدة اللي أغلب الناس لأنه هذه في حياتي أنا ما أسويها أنا في حياتي ما أسويها إلا لما أجي لبرش العمل أسويها لكن غير كده أنا في حياتي لما أقرأ شيء أقرأها بالكامل زي البني أدمين يعني زي ما نقول بالعربي أقرأ حاجة بالكامل لكن ليش قاعدين نسوا هذه الحركة الغبية الغريبة اللي لا أقرأ فيها ولا فاهم وبحا ولا أخمن لأنه لما حتي يجي للأسئلة ما عندك وقت أنك تقرأ القطعة كلها لأنه عشان نوفر وقت زي ما عمر يقول بظبط عشان الوقت لأنه أنا ما عندي وقت أنه أقرأ ولا عندي وقت أنه أفهم وأصلا ما حديني أفهم لأنه ما عندي قاموس هذه تكنيكة حاد بظبط هذه الثمانين بالمئة من تكنيكة حاد هذه اللي نعب تكنيكة حاد وفي ثلاث قطع بظبط فهذا الشي إذا ادربت عليه نمديك تقوم بدقيقتين سوبر سوبر قويكلي اللي منكم يعني وصح بعض رح تكون مرة كويت بعض رح ما تكون عبدالله يقول هذه اللعبة حاد سميه سيك بالصب فهتتدرب عليه في الدولة الإلمة تقول بس يلا دي حين حنيجي على الأسئلة ونهجم عليها لنذهب جاهزين جايز؟ نحن نبدأ بالله هو الحل يلا هذا هو الأسئلة خليني الكلام هذا مرم مرم تحديدا هذا الكلام هشي قلت لكم سوي لأنه إذا قريت غلط وحطت ثلاثة كلمات قلت اه بيك بوي الإجابة غلط لأنه قلت لك كلمة اي كمان تحسب طيب وحنحل الفراغات اللي هو ما شاء الله السؤال الحبيب لكل نسميه كده ما شاء الله كل واحد يقعد الرحمن الفراغات مصيبة فأزمة مدري إيش اللي منكم عمر ما شاء الله ينتحظه كويس لكن كتير من أسئلة وحتى من أحد الأسئلة اللي دامنا أتجنبها أو ما أجاوب عليها فكريه السؤال زي بدهاني تقول خلينا نحاول ان شاء الله نتاج برهيبة اللي منكم يكرهون اللي منكم يعجبوا خاصة عيدنا طيب شوية فعندنا كلمتين طبعا ما لتاني هل يقولك write ليش يقولك choose ليش الاختمار هل هو خطأ كده خطأ ملاقي مو هذا كتابة فراغات أو تعبئة فراغات أو ليش ما يقول fill أو ليش ما يقولك write ليه بالضبط لأنه حرفيا السؤال عبارة عن choose إذا أنت كتبت كلمة قريبة فيما معنى السؤال فيما معنى الإجابة غلط فلازم الكلمة اللي حتكتبها لازم يكون تختارها حرفيا بدون أي تغير فيها ما ينفع تغير فيها ولا حرف واحد طب فأنت بتحط الكلمات اللي موجودة في القطعة مباشرة 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 يلا فدحين نيجي نتكلم على حتى الاس ما يمديك تغيرها تقريبا ايه copy paste تختار اختيار كلمة فهذا ما هو أنك تعبي وتحط الفراغ من مخك هو أنك بس تلقط الكلمة فهذا يعني شي غريب دائما في الفراغات إحنا متعودين ونكتب حاجة من مخنا لكن هنا بالضبط نفس الاستماع بالضبط الاستماع ماين فتحطها يجو كده لازم الكلام الاستماع يجو تكتب بالضبط كل الفراغات كده ايوه مره أنا شايف كثير منكم بنصدق أما من جدة أنا أول مره ايوه هذه هي الفراغات هي اختيار الفراغات ما دل ايش يسميها حرف الاي يعتبر كلمة بالضبط ايوه أماني تقول أول مره اعرف يلا guys دحين هنيجي السؤال الأول ونجاب عليه جاهزين معلوم هم مره نعرفها صح يلا رسيرش طيب خليني أحاول رسيرش هلو طيب ايش هالخطوذ احنا يقول هلأ اروح ادور guys احنا ايش ازوي ادور اروح خراسة القطعة فين اجاوب على مخ وزا كده لا ما أخمن ما أحدد الفقرة ايوه رهيبين انتم guys احدد الكلمات المهمة الكلمات اللي حتساعدني ادور مكان كايز اللعبة في قسم القراءة مو فقط انك تستوعب يعني نص اختبار القراءة انك تستوعب الكلام لكن نص التاني انك تعرف الإجابة موجودة فين القطعة ما شاء الله قد كده كبيرة وعندك الوقت ما شاء الله قد كده فنص اللعبة انك تدور مكان الإجابة بالضبط ونص اللعبة التانية انك لما تلاقي المكان تفهمه فالجزء الأول في النص ما يحتاج مهارات مرة مرة كبيرة في الإنجليش يلا في النص الأول يقول researchers at Washington University طيب مو الكلمات هادي ايش الكلمات المهمة اللي ممكن تطلع لكم ما أعطوني الكلمات المهمة أعطوني ثلاثة كلمات ثلاثة اربعة كلمات بالكتير اسم الجامعة ليه اسم العلم لأنه أعلام لأنه سهل أن ندور عليه صح فحط كلمة على واشنطن بالضبط هل كلمة researcher مهمة؟ لا لأن researcher مليانة في طوال القطعة في كل مكان موجودة researcher and it's not an important word حلو في واشنطن كلمة مهمة ايش كمان؟ with specialized computer programs to analyze حلو ممكن أحد يقول عبد الرحمن كلمة computer programs ممكن صح؟ كلمة مهمة إنه استخدموا كمبيوتر في النهاية حلو كمان parents ممكن كلمة parents مهمة ممكن مهمة يعني هي كلمة تتكرر صراحة يكفي analyze كلمة مهمة عشان يدرسوا فممكن أشيل ترى كلمة parents في مرة تانية فأقول واشنطن أقول computer أقول analyze ليه؟ لأنه إذا عرفت في هذا الجامعة فهي بتاعد يقولي على أي قطعة استخدمنا كمبيوتر عشان يدرس يدرس إيش؟ قائز القطعة كلها تتكلم على إيش يعني الأباء بيتكلموا 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 على أطفالهم فأكيد بيدرسوا بيسووا analyze على هذه الجزئية يعني ما أكيد ما هيجيب لك حاجة مختلفة وجديدة في الموضوع فالبارنتس دائما والبارنتس ما شاء الله موجودين ويعيشوا في كل مكان فهذه الكلمات الثلاث المهمة دائما ما أحدد تكون حاجة أختار ماكسما أربع كلمات خمسة كلمات بالكثير يعتمد على طول السؤال أنا أحس أن هذه الثلاثة هتكون كفاية طيب خلصنا الخطوة الثانية اللي هي ألف في تكنيكة حاد نجد حين الخطوة الدال إنه تدور الإجابة في المكان الصح تحين تسأل لفسك آه واشنطن فين هتكون موجودة وكمبيوتر وانالايز والباحثين نحن نجد السؤال هل الأسئلة مرتبة حسب القطعة الإجابة أيها في كل نوع سؤال فالفراغات ستكون مرتبة صح وخطأ سيبدأ الترتيب مرة ثانية فكل نوع سؤال في الثلاثة أنواع هذه ليس في كل يعني في الثلاثة أنواع من الأسئلة هذه الفكرة موجودة فراغات صح وخطأ والاختيارات الأسئلة مرتبة بترتيب القطعة وتتعاد من جديد لما يجي نوع سؤال ثالث وأسئلة الباقية ليس لازمة تكون مرتبة طيب ما شاء الله في ناس من أول سبقوني في الموضوع خليني يجي على قطعة ألف الأولى الأولى هل بتكلم على أبحاث وبدأوا يدرسوا وذلك كده أنا مني متكد القائزة تقولوا إيوة أو لا أنا بغير يقول واحد يقول لي كلهم يقولوا لا طيب خلاص خلاص لا أوك دقيق في أحد قال إيوة أوك حلو نقول إيوة أوك خليني أوريكم كيف أوريكم إنو أقدر أقرأ بدون مضيع وقت بليز يعني أبغاكم شايفين قلم معايا أو دقيقة خليني أوريكم قلم أبغاكم أوريكم حركة شايفين حركة القلم كيف قاعدة تمشي أنا بغا أدور على كلمة واشنطن هل في واشنطن موجودة واشنطن؟ شايفين السرعة لتريلي أنا قاعد أدور لأنه أنت بتدور أنت ما بتقرأ أصلا ما بتحاول تفهم في واشنطن في واشنطن في واشنطن ما في واشنطن انتهاء ما هي موجودة إيه؟ الإجابة لا الباقيين كلامكم صح كده شايفين السرعة you don't have to read it لأنه أنت ما قاعد تقرأ أنت بتدور في فرق بين إنك دور وأنك تقرأ نجح الفقرة B الفقرة B قاعدين نتكلم على baby talk وتأثير الموضوع في الدراسات أغلبكم يقول لا أوكي طيب نجح الفقرة C هادي قاعدت تتكلم عن الآباء وفي دراسة صارت هل هي محتملة ولا ما هي محتملة طيب نتكلم عن الآباء والأمهات هل هو الفرق بينهم فممكن إيوه؟ ممكن لا إذا محتملة جرب يعني مرة تانية فإذا محتملة وحاسس أنها ضابطة لأنها هي فقرة مثلا في بداية الفقرة ومع أنه أنا أتذكر في فقرة كنت أتكلم فيها University of Washington موجودة هنا وحرفين هما سجلوا فهي ممكن تكون هناك كمان حلو؟ خلينا ندور على الفقرة خلينا نجعل بالترتيب مثلا نقول أوكي عبد الرحمن ناخد فقرة سين نجرب عليها حلو؟ طيب يلا أنا دي حين مرة تانية شوفوا حركة يدي كيف قاعد يحاول أسويها السريع فما هتقرأ فحتبدأ من هنا خلينا نرجع للسؤال السؤال هش يقول؟ دقيقة السؤال قاعد يقول أوبس طيب في هذا الجامعة استخدموا حاجة تساعدهم حلو؟ يلا يلا استخدموا حاجة مع الكمبيوتر فهل هي موجودة؟ خلينا ندور فلا بالهم هذا دقيقة 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 في شيء قاعد تتكلم إيش هذه واشنطن وحط عليه دائرة على طول لأن هذا معناها أنه اللي جاء موجودة هنا تمام؟ أكمل مدري إيش أجهزة موجودة في الموضوع دقيقة الكمبيوتر له علاقة في الموضوع نكمل جايز الحين أبغاكم تركز معي على النص حلو؟ فأنا بس بوليكم طريقة البحث إنه أول ما لقيت آه فيه كلمات قريبة في الموضوع خلينا نركز جايز دقيقة جايز خليكم معي ثواني فأتمنى وصلت أتمنى الفكرة والحكمة الموضوع وصلت أيوه واشنطن مكررة صح؟ لكن ما هي موجودة في كل الفقرة طيب فدحين جايز حنيجي على لما نيجي نقرأ هنا حنقول طيب نقرأ الجملة اللي فيها الكلمات المشابهة بقوة اللي هي من هنا دقيقة خلينا أمسح كل حاجة عشان ما أتلخبطكم حبدأ أقرأ من هنا إلى نهاية الجملة أقرأ هذه الحين بتعمق هذا الشخص المدري إيش هو of Washington مدري إيش هذه الكلمة أنا ما أعرف معناها and colleagues مدري إيش equip parents parent كلمة جميلة أعرفها أو مهمة devices هذه كلمة كمان مهمة and speech recording software software معناها computer فالكمبيوتر معناها موجودة طيب بعضك محلاحة ربض رحماك على الكمبيوتر لأنه مستحيل هذا ما هو اختبار أطفال حلو فمستحيل الكلمات اللي حددها تحددها حتيجي زي ما هي حتيجي كلمات مترادفات لها devices to study the way they interact with their youngsters during a normal day أوه هل هذا معلانه لينا الإجابة خلينا ما نستعجل خلينا ايش ممكن تكون إجابة equipped with recording of oh okay okay it doesn't make sense guys إذا قلنا researchers دقيقة ما دقيقة ما ايه انا حسن و ايوه اوكي صح ولا لا ايش ممكن ينفع في الفراغ هنا ايش ممكن يكون يوز ترى ترى هذه حاجة ترى نسيت اقول لكم بصراحة ومع الحماس انه انت تخمن قبل ما اصلا دور فهم استخدموا شيء مع كمبيوتر عشان يدرسوا ايش يستخدموا بالعقل يعني بالله عليك يستخدموا شيء يستخدموا برنامج يختلفوا يستخدموا تطبيق يستخدموا شيء يستخدموا حاجة معينة جهاز شيء معين تقنية اداة تول اكيد شيء ما هي منيقولك يستخدموا العني او استخدموا اسلوب اكيد هيكون حاجة مع برنامج متخصص بالموضوع فا اوكي هل الاجابة فعلا كده ايوه recording devices exactly that's the answer فقايز انا سؤال ممكن نحن اسألكوا نحن سؤال سريع هل قرينا القطعة هل قرينا من فقرة ايه لسي سؤال كدهش كانت صعبة هل تطرين ان يفهم كل الكلام مع انو في كلمات صعبة تذكروا هل قنا لازم نفهمها حسنا حسنا ممكن ما تظبط من اول مرة ممكن تشوف اني عبد الرحمن ورهي بعدين لكن تهمين الفكرة اسهل طب ايش الحل ايش كان الحل التاني البديل ايش هو انك اقرأ معايا بليز واترجم لك كلمة ولانو في الاختبار ما معاك عبد الرحمن ولا عندك قاموس بعضكم زي من زهرة تقول انا حسن وصعب زهرة بليز استمري اجري وايات اطور لغتك and just do it ميسان تقول انا حسن معاك مرة سهلة ومحلي بنفسي اخربط صح انو انا قاعد احل معاك ومساعدكم طبعا يعني انا بنحاول انو نحل انتو تحلو نص وانو بحل النص لكن ايوه حلو يلا نكمل guys نجد حين لسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده قاعد يقول نكمل من هنا حلو خلاص نبدأ من هنا فا the study revealed that شي فراغ tended not to modify their ordinary speech patterns when interacting with their babies اه مرة تانية ففي بحث ايش الكلمات المهمة من كتطلع في بحث وضعوا مدري ايش ما يغير ordinary speech في شي معين ما يغير ال ordinary معناها العادي لما يتكلموا مع ال babies حقهم ايوه modify modify ايوه not modify ما يغيروا مين ما يغير ففيه طب ايش الفراغ ممكن يكون speech اوكي فما يغيروا speech patterns ممكن هذي كم الكريم فما يغيروا speech pattern او كلامهم او اسلوب الكلام حقهم لما يتفاعلوا مع ال babies هذي بسيطة معروف اصلا هذي فكرة لكن ما يغيروا النمط يعني في دراسة تقول انه في شي معين ما يغير النمط اكيد هو انسان هذو البعض اللي حين نحس ان اجربة شفتها طيب يلا نرجع كايس فين تكون موجودة خلاص كده احد نحلل على موجودة فين تكون موجودة هل هي موجودة في فقرة ايه علاقة الكلام هل هي فقرة بي اللي قلنا فيها baby talk والدراسات والتأثير بالدراسة ما في شي بتكلم عن دراسة طيب هل الموضوع تكلم عن اباء امهات اللي هو صراحة موضوع يضحك من ناحية انه انا لما افكر فيها اوه ايه فينن ممكن الاباء ما يغير ممكن ما ادري لكن لا تغلط زيين ايه وميك سنز خلينا اكتب فا لا لا لازم تتأكد القسم القراءة اذا ما عندك اثبات وما عندك دليل ما ينفع تكتب الاجابة اذا كنت احتمال 99% غلط ما ينفع تستخدم الكمن سنز وقول اوه هذي كومن سنز اعرف اجابة هكذا بلوم ما اقرأ لازم تقرأ ولازم تتدور دليل حتى لو انت حاسة 90% هذا اجابة صحي حلو طيب طيب غايز مو اصلا الاجابة الماضية كانت في الاسر الفقرة ايه وكانت موجودة طيب اذا كانت موجودة احنا اكيد ما هي قبل هذا الكلام لا تقرأ من هذا المكان لهذا المكان لا تقرأ هذا المكان ممكن تشطوه كمان لانه احنا تمام هذا ما هي ترى ورقة تجاه لانه انا شوي بستخدم اسلوب الرفع فاشتكونوا فاهمين علي هنا لكن ايو وشطبته فانا حبدي اقرأ من هذا المكان حلو امسح بسيحان انبسط الموضوع عشان ما تخافوا مني كده طيب هتبدا تقرأ من هنا حلو فـ we found that the moms do exactly what they would expect مامس اوكي لا تقرأ بديت اقرأ لا تقرأ احاول تدور هل في مكان بيتكلم عن الاسمم داداداداداداداداد دقيقة dads didn't raise their pitch or frequency when they talked Talk didn't حلو Raise Raise معناها يعلي البتش كلمة صعبة أو fundamental frequency حاجة أنا ما يعرفش قصد بيها لكن أنا ممكن frequency معناها تردد أو شيء ذا كده أشوفها لما أشتري أجهزة وزا كده أجهزة الواي فاي و أي شيء فأقول لي في شيء معين ما بيزيد البتش البتش صراحة بشكل عميق شوية ممكن يكون معناها نبرة الصوت أتوقع إيه في ضابط نبرة الصوت موجود الصوت الناس درسوا الهندسة ما شاء الله يكون محترفين فإيه في ناس ما بيزيدوا والأمهات كان أو قبل شوي كان بيقارنهم لكن زي ما تشايفين That kind of tells something إنه ممكن لأباء تكون Dads didn't raise their pitch when they talked هل كده الإجابة كافية خليني ما أقرأ أكثر ولا أقرأ أقل أحاول أضبطها إذا ضبطت ممتاز إذا ما ضبطت نحاول هل ينفع نحط dads كده؟ Dads هل ينفع؟ Tended not to modify the ordinary speech when they're attracting their babies هل يزابطه أو لا يزابطه؟ إذا ما يزابطه لش ما يزابطه؟ إذا ما يزابطه لش ما يزابطه؟ إذا هي يزابطة لش زابطه؟ زابطة Dads tended not to modify It's okay makes sense خلينا نشوف الفقرة ما تقول fathers that لأن fathers كمان مكتوبة هناك مكتوب مكان تاني أو مكان قريب منه فهو ممكن تكتب fathers أو نادر هذا الآل السوية يقول لك لما يقول لك فاصلة في ورقة الأجيبة معناها ينفع يكون Dads هل تعلمون؟ بالضبط آها كمان في شخص رهيبين يقل there لأنه جاي بالجمعة فظاهر أنه في مجموعة من الناس قاعد يتكلم عليهم their ordinary speech فبالضبط ميكسن فلازم يكون بالجمعة ما ينفع تقول father تتكلم عن مجموعة من الآباء ما يساووا كده جميل جدا عندنا وقت سريع لحين أنا لحين هستعجل حلو؟ فأنا سريع الموضوع نجعل سؤال رقم ثلاثة سؤال ثلاثة يبدأ هنا ويخلص هنا يلا براكم تقولوا إيش الكلمات المهمة ممكن تكون؟ فأقرأ ويقولك كلمة مهمة أشك يا مي حلو فأقول لك بالنسبة لي فكرة اسمها تسمى بي أو فكرة أو مبدأ يسمى بي ما يعرف اش هو هم من هم احتمال كبير العباء فالعباء يستخدموا adult type of speech speech اللي هو الكلام type بنوع الكبار يعني نوع الخطاب يكون الخطاب الكبار ما بتكلم مع أخه وكلام صح سبحان الله كنت بفكر فيه من جد ترى من جد يعني لما العباء يتكلموا بتكلموا مع ابنه زي كأنه يعني ما هو زي الأم مرة تدخل في الموضوع وتدخل الجو وزي كأنها صغيرة زيهم لا فيه فرق حسناً هذا مرحباً طيب لماذا؟ عشان يجهز أطفالهم للحياة برا outside family بظطفة adult حلو outside family مثلاً أو outside ممكن family كمان نقول مثلاً نحط outside نقول adult type speech آم عشان يجهزهم prepare كلمة ممكن مهمة هذه الكلمات we got it حلو فنحن بوصل للفكرة طيب هادي مرتين كيف موجودة هل هي فقرة A ولا B ولا C ولا D ولا E ولا F هل هي في F هل هي في D هل هو في mothers and fathers لسه C عبد الرحمن إيش قاعد يصير هل فيه لخبطة شكله في الموضوع لا ما فيه لخبطة في الموضوع بعض أسئلة الفراغات حرفين تركز على فقرة واحدة فقط وتجلس عليها يعني الفراغات كله يكون على فقرة C بعض الحيان وهذا اللي مشايفه وكل يجيب فقرة C إزاي كانوا بيعطي السمري أو يلخص فقرة C في بكان واحد حيرو يلا فقرة C فإحنا حاسين أنها فقرة C فمرة تانية هي أكيد ما هي موجودة هنا هي موجودة من تحت فقلينا نشير الكلام القديم نبدأ من هنا نحاول ندور هل نقاعدين ندور كلمات مهمة بلا 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 أوه دقيقة rooted in which is called يسمى ب the أوكي طيب فهذا مسمى هل هو نفس المسمى اللي يتكلم عنه خلينا نشوف it suggest فشو هذا المسمى وهذه الفكرة والمبدأ you suggest that fathers أوكي هذه الكلمة حلوة less familial هذه أنا ما أعرف معناها لكن family ممكن جاي to provide their children with a bridge to the kind of speech of their public public معناها برا صح العامة جميل الإجابة عندنا كازي عرف الإجابة بسيطة مرة يقول لك هذا الشي يسمى ب the bridge لا تحاول كم أن تنطقها أنا أعرف أنطقها ترا وما بأنطقها عشان أوري نفسي أنا حريف لأنه هتضيع وقتك كنت بتحاول أن تنطقها تمام فهي نفس الفكرة فهو نفس هذا الشي يسمى ب the bridge هذا الشي hypothesis أوكي هل ينفع نحطه في الاختبار أو قضي على الفراغ هل ينفع known as the لأنه the موجودة فلنكتب كلمة bridge hypothesis hypothesis أيه الحمد لله صح مضبوطة got it guys super easy الحمد لله لأنه لماذا نحن عارفين مكان الإجابة لأنه قدرنا نمر بسرعة نلاقي المكان الإجابة الحمد كيف حتدت الكلمات في القطع بدون ما تقراها إنك تدور على الكلمات أكثر من أنك تقراها وتفهمها بالضبط نجع لفقر سؤال رقم 4 نحتاج break وآخر سؤال ونأخذ break guys يلا نأخذ سؤال أخير نبدأ بنقرأ من هنا إذا أعرف أن هذا الجاب سوف تكون فقرسية فهو قاعد يساوي expand هدية هلو؟ السؤال هدية كمان إنه إنه فهو قاعد يساوي expand هذا كلمة الآن موجود مهمة ايش كمان بضبط amazing good job Zainab and everybody and Umar and everybody شيء خاص بالبيبي اللي هو احتمال مخهم ايش ممكن يكون مخهم ايش كمان يعني baby's ash of types of speech baby's brain intelligence baby's knowledge baby's ash learning of type of speech which they can practice فيكبر حاج قدرتهم واستعابهم لأنواع مختلفة type of speech مختلفة وكل مع بعضها مهمة هذه استماعهم للاشياء مختلفة بيوسع فراغ للاشياء مختلفة حلو يلا مداري خووموشيتي 100 فإنق dónde وصلنا لفكرة نرجع 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 اقرأbaren c يلا ليس سحي الكلام نحن كتبناه الشيخ مضع نبدأ من هنا فهو جاية الكلمة هديكة جاية فهنا عرف هذا الرجاب فأنا بقراها من القلب شوية So the kid then wide هلو أشي الكلمة هذا الكلمة محرفين ما عرف اش معناها ممكن اش طبها و ممكن اعتددك ما عرف Of kinds of speech to practice أوه اوكي عنواني عارف wider ايش فين فين الكلمة اصلا ويعارف ومخه هذا wider هل هي نفس الكلمة اللي ما انا وانت ما نعرف معناها ممكن ممكن لانو حرفين ما في اي كلمة تعانية طيب خلينا خلاص نمسح الشخمطة ونقرأ حاول نقرأ راب رابر توير ما مدري اوكي في ناس حيقول عبدالرحوان انا عارف مع الكلمة احسن منك ايو انت احسن منه لانه هادي مشكلة لانه ترى دريك ايلت عبارة عن شخص ما كان يعرف ولا حاجة في الانجلش ولا هو مدرس ولا يعرف ولا عنده خبرة تدريس ويحاول يحل زيكم ويخبص زيكم ويتعود وقعدي يعاني باني هنا عاشان احفظ القواميس عشان اوريكنو انا حريف ونتدرس 17 سنة او اقولك احفظ قواميس تتصير زيين لأ انا بقولك انو انت امجوك تسوي فعش وفا خلينا نشوفي اللجابة طرح مكتوبة ياي Plein حلينا أسئلة فراغات أنا ما أدري يعني أنا بالنسبة لشخصيا أسئلة فراغات مهي صعبة أسئلة الصح وخطأ مهي صعبة أسئلة الاختيارات صعبة شوية لأنه عندك الاختيارات كثيرة ومدري إيش فماتش برر صح؟ يعتمد يعني ممكن هذا الفقر أسهل من غيرها ممكن ما أقول لك لأ هو لكن الستايل أنك تخمن حل كلمات تدور مكان الصح تجاوبها العيد ماذا قال العيد؟ أوكي اللي منكم جاء بالعيد أو حاس الموضوع مرة صعب أقرأ يعني مرتين ترى ما غشت ولا جبت لكم قطعة سهلة قطعة موجودة من كتب كيمبرج نفسها خلو؟ فاللي منكم حاس لسه الموضوع صعب وأبد الرحمن قد يحس بسهولة وباقي كمان يحس بحلها بسهولة كمل 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 لا توقف أنت لسه عندك تتطور مهاراتك في القراءة وتستمر على الممارسة وبعدين حتشوف الدروس هذه حتتتعود علي أكتر وأكتر ولكن لا حتشوف هذا الحل من أول مرة ممكن تجيب اثنين بصح من أربعا بعدين تجيب اثنين بصح من أربعا بعدين إن شاء الله كلها طيب جاهزين؟ حلو دعني اشترك كل شيء ضابطة نحن اذهب كيف ودخل لكم؟ كليش الفكرة كليش الموضوع سهل كليش الموضوع صعب حلو سهل نصلص. سهل لن تكو ممتع. صعب. أكمل الخطب مذاكرتك. فكامل خطب مذاكرتك صعب شويتين. ليس صعب؟ إنكم حاسبت الصعوبة هذه انك تمشي على خطط مذاكرة أكيد احتمال جدا كبير إنك حالياً في فترة التطوير وبركز على التطوير والممارسة فمشي عليها كويس هذه الكلمات التي ستكون عندك في الدورة ركز عليها كويس فهذا الجزيرة الأولية هنا صدقني الموضوع يسهل صدقني الموضوع يحتاج ممارسة يحتاج استمراج في الموضوع يحتاج ممارسة هذا أول مرة ممكن تشوفني أشرح المرة الثانية والثالثة ستكون جدا كبير أصعب شي تحديد الكلمات لما تيجد الحين تحدد الكلمات للمرة الثالثة في ورشة كمان حددت حرفين بحدد فيها ليس الكلمات بحدد فيها العناوية نفسها فأنا كنت بنتظر الجميع عبل ما يرجع فأتوقع حاسسنا الجميع كده رجع ومعالم لحين ناخد السؤال الثاني إيش علاقتكم مع هذا السؤال كيف وضعكم هنا؟ ممكن تقولولي كيف؟ ايوه هذا السؤال نسميه سؤال تحدد عنوين فكرته أسوأ نوع فكرته أنه عندك شيك معايا هنا عندك اسم العالم أو الباحث مارك مدري إيش اثنين نيران مدري إيش ثالث مدري إيش أوكي؟ بيقولك هذا الفكرة أو الاكتشاف أو الموضوع هذا مين اشتغل عليه؟ هل هو عالم الأول ولا البي ولا السي؟ كل عليك تختار تقول A ولا B ولا C فهذا السؤال نسميه سؤال تحديد الأشخاص أو العالم أو المدري إيش بالضبط هذا ما هو تحديد عنوين هل هو؟ 100% طيب يقولك يمديك تستخدم يعني العالم ممكن يقول هذا كمان يشتغل علي مارك وبعدين هذا كمان نشتغل علي مارك وهذا كمان نشتغل علي مارك ينفع فيمتفع العالم تكرر أكثر من مر والموضوع ما هو مرتب يعني ما في عالم بيكون مرتب ولا الأسئلة هنا مرتبة فالترتيب ما هو موجود والأسئلة فيه ما هي مرتبة هلو؟ زي ما قلت لكم ثلاثة أشياء مرتبة صح وخطة فراغات واختيارات والباقي ما هو مرتب تمام وأغلب ما هو مرتب أو كل ما هو مرتب بعد هذه الثلاثة طيب نيجي لأول واحدة هلو؟ نختار فيها الكيفة فإحنا عندنا طريقتين الطريقة الأولى يعني السلوبين فهذا السلوب يمدينا أنه نعرف الجملة وفين هي موجودة وبعد نرجع القطرة نشوف مين نشتغل عليها فنيجي السؤال رقم خمسة أبغاك تختار الكلمات المهمة فيه The importance of adults giving babies individual attention when talking to them هلو؟ مين فين أهمية importance of أنه يعطوا اهتمام فأهمية أنه الكبار يهتموا لأطفالهم لما يتكلموا طيب لما يتكلموا ما بيقول لك في أحد أنا بتكلم بكلمك لكي ماني مدي كيف تكون أنا ماني مركز عليك وماني معطيك كل الاهتمام لكن أهمية أباء لهم الأدولتس يعطوا اهتمام في الموضوع مين اشتغل عليها؟ سؤال طيب والسؤال مين قال هذا الكنام؟ مين قال مين قال أنه مهم أنه الأباء يعطوا الكبار يعطوا همية ولما يتكلموا مو بس يتكلموا كذا كرام كذا على الموضوع بزلط جميل جدا سمين تقول تحديد الفاعل والمفعول به أو مين قال هذا الكنام؟ هل هو هل هو a ولا b ولا c؟ بعضكم بعض الأمد رحمن عارف أنه هو a فان مدري إيش دقيقة هو نحتاج أنه ندور إش درانة إنو هذا هو ألف ولا b ولا c؟ فأول جزئية تيجي الكلمات المهمة حددناها أنا أفضل لحد الأسامي العلماء أول وأروح أدور هناك حلو لكن أنا أقول لهم ندور على العبارة أحسن ممكن تكون أحسن بقرب الأحيان فقرة خمسة أو هذا الكلام فين يكون موجود؟ يعني دي حين هذا كلام أهمية أنه لما يتكلموهم يعطون لهم اهتمام و لما يتكلم معاهم فقرة A ولا B ولا C ولا D نروح إلى فقرة A هل بيتكلم على اهتمام لما يتكلم لا ال B هل بيتكلم لا بتكلم على baby talk و تأثيره بدراسة الأباء والأمهات قصة نقريناها بالكامل وما في شيء زي كده هادي ايش معناها تسجيلات هنا لاحظوا على التسجيلات فهل ممكن تكون إجابة موجودة فيها؟ ممكن طيب نجرب خلينا نجرب ما شاء الله تخوف لأنها محتملة نقول ممكن يجرب ممكن يقول عبد الرحمن ما هي محتملة خلينا أجي مثلا على فقرة A فقرة A تتكلم على أنه لازم يكون ليهم pair لازم يكون عندهم قرين مثلا نسميها أو صاحبهم عمار أشخاص من زيهم أو اللي يكون عندهم pair لا هادي ما أكيد بعيد عن الموضوع شوية فقرة F تتكلم عن العمار واللغات بعيدة شويتين فهو الدراسة عن التسجيلات ممكن أسهل هناك تقول عبد الرحمن ليش ما تدور على اسماءه بس؟ لأن المشكلة اسم العالم سوى عدة أشياء يعني مثل أنا عبد الرحمن بدي سويت كده وقلت كده وقلت كده وقلت كده وانت حدوخ تقول هو موجود فقرة A وفقرة B وفقرة C ودور في كل مكان ما بتلاقيه فكذا بتضمن إذا لقيت المكان أكيد عرفت الإجابة لأنه بعدها انك دور اسم العالم جي الصح سهلة ثواني تقي تعرفها مو العكس حلو؟ طيب ثقرة دي محتملة خلينا نحاول نقرأ بحرك القلم لنحن نبدور حلو؟ فبدور معاكم هذا كلام ما في شيء فهل في أحد قال إنه يحتاج أنا أعطي اهتمام مدري إيش ممكن ممكن الأشياء اللي ناس قالوا هل هل إنه يتكلموا أكتر يعبر عن اهتمام؟ ممكن ما أدري يعني يكمل يكمل ما في شيء لاندحين أيضا فهم دي إيش أه يجب أن تكون one-on-one context she adds more babies babble the more they babble the more words produce آه دقيقة دقيقة it really matters فعلا يفرق أهمية when you use baby talk on a one-one context إيش معناها one-on-one one-on-one إيش معناها؟ بالظبط واحد لواحد ما بكلم خمسة عشر بايبي جالس وأنا بتكلم إي وإي وخليك جالسة إلا أنت تجيب الطفل وتكلموا كده لوحدك كنت تشاف اللاهتمام بالموضوع؟ بختصار في إجابه هنا وبختصار لقيت الكلام طبعا أحسن حاجة في هذا نوع السؤال أنت لا تبتتدور على إجابة ولا تبغى تفهم الكلام أنت كلّي بتعرفوا أن الجملة موجودة هنا طيب الجملة موجودة هنا الحمد لله مين تكلم؟ مين اسم العالم الموجود؟ اسم العالم هو هذا الحمد لله علفت الإجابة that's it done guys done ما يحتاج أفكر أكثر أجي هنا the importance of adult giving babies and develop مين قال هذا الشيء مهم؟ هذا لأنه موجود قداما على طول that's it end of the story أسهل شوية صح guys بس الفكرة هنا ما تبغى تفهم الكلام بس بتدور أنه هو فعلا المعلوم هذه مذكورة هنا وخلاص وتعرف مين قال مين يشتغل عليها وديك دور عليها في القطع بعض الحين اللي أخبرت لك يجيب لك عالمين مع بعض شخصين مباحثين في نفس الفقرة بوقت عليك تركز شوية لكن غير كده بتكون سهلة أسهم العناوين مرة كتير مرة كتير صح فقرة لين يجي السؤال البعد the connection between what babies here and with their own efforts to create a speech and their own efforts يالله أبغاكم تعطونا كلمات المهمة هنا اللي حت ساعدني أدور جميل شكرا نورا عمر حسين جميل طيب حلو baby of a connection علاقة كتير من القرار علاقة the ما هي كلمة مهمة between ما هي كلمة مهمة لكن babies here طبعا بايبيز ما هي كلمة مهمة here اللي يسمعوا العلاقة بين اللي يسمعوا واللي يطلعوا أو ينشئوا أو جهوده اللي يطلعها فمين هو الشخص أو الباحث اللي يتكلم عن العلاقة بين السمع والكلام والمحادثة مين هو العالم اللي قال إنه لما يسمع يقدر يتكلم صحب صراحة فليجي سؤال فين هي موجودة أصلا طيب حلو سؤال كتير من قلوب تحمل فقرة A I agree أنا أحس الحساس الأول جالي أنه علاقة طيب يلا نقرأ الفقرة A فقرة A بريتاني أريد أن أدور ركز معي كيف أدور بسرعة هل في شي معين يتكلم عن علاقة impact learning العلاقة بين حاجتين عن إنشاء الكلام والاستماع والمحادثة علاقة الاستماع والمحادثة للأطفال بيبيز مدري أش hearing when hearing موجودة promoting some hopeful parents some researchers listening to a little speech early before the ما في عالم ما في علاقة واضحة نمسح الكلام نكمل رقرة A هل فقرة B محتملة؟ بتكلم عن الدراسة هل الدراسة ممكن فيها؟ فقعدين نربط مرة ثانية علاقة بين hear and create استماع والمحادثة لا ما في شي هنا ما ممكن اللي منكم يقول ممكن نفس الحركة بغاك تروح وتدور فقرة D تسجيلات خلصنا فقرة D بقليناها المرة الماضية فلا ما فيها كمان يعني متكد ترى على الفكرة هذا الشيء الجميل يصير عشان كده يقعد يقول لكم نحل أسلب الترتيب لأنه لما تيجب هذا الترتيب كده كده قريبت فقرة C فأنت عالي فقرة C ما هي موجودة فقرة D قبل شوي جاوب ما هي موجودة فهو دي حين فقرة E و F في المحتملة ممكن هل فكرة الاستماع موجودة هنا؟ لا ما هي موجودة الاستماع هنا موجودة أنه يجب لي أخوة مثلا أخوة يكون قريب منه فعندنا الفقرة الخيرة صراحة المحتملة الخيرة هل هو العمار واللغات لكن اشتغلوا مع الاستماع هما استماعوا بلتدي اللي كان منكم في البداية يقول عبد الرحمن الاستماع ممكن يلعب دور كلامكم يطلع صح؟ هذا مثلا خطأ أنا قلت العلاقة بالعمار لقلاق الاستماع كمان له علاقة في الموضوع أوكي طيب ممكن خلينا ندور خلينا ندور هل فقرة خلينا ندور على فكرة هل في أحد خلينا في البداية ما في الشيء للمفتاق لينا خلينا نبدأ نقرب من هنا براين مدري انا شو كولي اكتيفتي براين مدري هل في شيء listening حلو حلو هل في شيء talk infant brain to start practicing then اخلي start practicing نقر الجملة الآن هل هذا نفع نفس الكلام the results حلو حلو suggest that listening to baby talk prompts infant brains to start practicing their language طيب لا تفكرن طيب خلينا نكمل طيب من هو الشخص هل في شخص فوق خلينا ندوره هل في انسان فوق مثل قالها فوق لا ما في أحد ما في باحث قاله خلينا ندور الباحث finding activation because the baby means brain engaged trying to talk معروف السابقة ونفس الكلام وقالي شرحوا هل في اسم عالم ايه وفي اسم عالم هنا انتهت الكوت وهذا سي 해요 co-author هذا الشخص فأنا كمان ما قريت الكلام هذا الكلام هذا ما قريته بحاول أدور اسم العالم أصلا فأول ما لقيت أنه هذا الجملة موجودة الجملة هذه موجودة بحاول أدور اسم الشخص والذي كان سهل أدور عليه بالضبط كده كده حندور اسم العالم بالضبط فأول حجم بنعرف المكان وبعدين دور اسم العالم ويقول ليها أسهل بكتير لا عبدالله دقيقة عبدالله إحنا بغاك تنتبه لما تدور اسم العالم لأنه العالم بيقول كلام كتير يعني دي حين إذا قلبنا الموضوع هنركز معي خليم سنأخد كده وقفة شوية فهذا النوع من الأسئلة عندك two solutions الحل الأول أنك تسوي اللي سويته أنك تدور المعلومة اللي قالها بالضبط وبعدين تشوف فين مين العالم اللي قاله ما يهمك الكلام باقي فالصعوبة في الموضوع أنه صعب تدور على المعلومة حلو لكن أول ما تكون لقيت المعلومة اسم العالم هتطلع في الثانية لكن إذا عكس الموضوع أنا بدور على مثلا اسم العالم هذا مثل مايكل خلينا نقوله باتريكا نشتر ما أعرف انطق اسمه ممكن اسم باتريكا فممكن باتريكا يذكر في ثلاثة فقرات وماذا تكون موجودة هذا الفقرة مثلا ممكن ما يكون موجود فيها لكن في بعض القطع باتريكا يذكر بتلاثة مرات في فقرة هتقرر E و C و D هتقرر E كلها وبعدين C كلها وبعدين D كلها لا طبعا في قطع يكون العالم مرة واحدة زي هذا القطع يعني العالم ذكر مرة واحدة ذكرت لكن مرتان هي ذكرت مرة واحدة لكن شوف الكلام اللي قالت وقالت كده فهذا معنى لا عليك تقرر كل الفقرة فاش استفدنا احنا كلنا بنسيه في وقت حلو فهذا حين ما ينفع أنه ندور اسم العالم حتكون أبطأ حينفع لكن حتكون أبطأ بتدور على الثلاثة وبتاخدك طويل وممكن تتكرر الأفضل أنك تدور على المعلومة وتلاقي الاسم اللي قاله وشخص اللي قاله which is much easier واللي هو أصلا دقيق هو صح أسهل ندور اسم العالم لكن صعب أنك تتعرف الإجابة got it make sense طيب يلا فمرة تانية في الإجابة فقرة C إن شاء الله صح إن شاء الله صح يوم الحمد لله صح طيب دائما ندور تويتر شوية من الموضوع أنه يا رب ما أكون أخبص معاكم أشرح لكم ومرر أذكر حرفين بعض الورش أنا حرفين ما أكون مجهز ولا شيء وحل وأغلط قدام الشعب هو إحساس غريب لكن بيعجبني ونوريكم أنه عالي نغلط ونتعلم من هناك ونعرف أكي هذا الشيء غلط فأرقم السابعة يلا بركز عليه تالفانتج خلينا نشيل الأشياء الثانية عشان ما تشتتنا The advantage of the baby having two parents each speaking different way إيش إيجابية إن يكون عندك أيوة الأباء كلهم يتكلم طريقة مختلفة ممم واترز عمر بالضبط هي موجودة فقرة C أيش الكلمات المهمة two parents هلو different advantage إيجابية المؤمن مين قال الإيجابيات فمين قال إيجابية يكون في أب وأم يتكلم بطريقة مختلفة تالة كلمات المهمة فندورهم please guys هذا السؤال هدية اللي منكم قال يقول لابد رحمن موضوع صعب أبوهاك تقول لي اللي منه قاعد يقول لابد رحمن القطعة صعبة والحاسس أي كانت علاقة هادي قاعدين على أباء والأمهات two parents صح ولا لا طيب أنا دي حين ما ححل قل لي من هو العالم هذه فقرة دي معنش فقرة C قل لي من هو العالم لا لك ما حدي ينطق لي اسمه لكن أيوة موجود اسمه لأنه هي موجودة إحنا قليناها أصلا فما يحتاج ندور عليها لأنه إحنا عارفينها أيوة بالضبط دوروا عليها إيش أصلا خلينا ندور عليها كل اسماء العالم الموجودة العوالم أو العالم الموجودة والاسم الأشخاص الموجودين هنا هذا الاسم موجود كيف يعرف كيف أقدر على الطول بدون ما كما ندور بدون ما أحرك القلم لأنه اسماءهم كابتل الكابتل تقدر تلاقيه بسرعة الكابتل أسهل في القراءة من السمال فلأنه موجود كده فهل في اسم كمان إحنا الاسماء الموجودة اسماء موجودة اسماء موجودة اسماء موجودة دان فام كمان موجودة فان دام إيش هذا هذا هو نفسه ترى على فكرة فحلو في أحد كمان موجود 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 كيف أحد نوبري دان فام فان دام إيش هذا كمان إيوه ونفس الشخص فما في أحد ذكر وأنا عارف الإجابة هذه الموجودة فالإجابة بشكل وحنا مقفلين عيوننا راح تكون A الحمد لله صح قليش سهلة وقليش صعبة لا بجد ترى صح yeah it's just the easiest thing ever حلو لا قلس مو معايا سهل أنا أحيلي اختبار كيمبرج حقيقي وما قاعد أترجم لك ما غيرت الاختبار literally وبعضكم كمان الموضوع بدول وصعب أنا عارف يعني ففهمين علي ف يلا نيجي الفقر الأخيرة آخر سؤال عندما تسد إيش إيش ليش ممتع هنا ما أدري practice إز عبد الرحمن ليه practice can never make sense تحس أنه منطقي ما تحتاج حتى تعرف إنجلش عشان تجاوب عليه يعني لدرجة أنه أنا ما بتعائب هل في كلمة يعني هو كلمات بسيطة advantage two parents different way لكن ما يحتاج أنك تعرف كلمات الكلمات اللي ما يعرفها أصلا اللي بحاول يخدعوك يتوهوك فيها اختصار يلا سؤال أخير يلا كايز نحن نكروا لي إيش هي الكلمات المهمة the connection between the amount of babies here and how much vocalizing they do themselves the amount of baby baby talk babies here here حلو amount ممكن وقد إيش vocalizing نفس الشي ترى مرة نفس الشي دقيقة أنا مخيحة كمية ال baby talks اللي يسمعوها وكمية فهو بقارن الكميات والحمد لله هذه طرعت صح فأكيد هي ما هي C أنا خاف أنه نحن نكون طيب فين نروح كايز يعطوني الحين ما كان ندول عليه فين نروح اللي يقول عبد الرحمن روح لسؤال ال pair حلو أكيد ما هو نفس المعلومة يعني خلي خلي نرجع هو هذا السؤال قايز اللي حلينا إحنا اللي هو سؤال رقم 6 اللي يقولنا عليه هو C خلينا بس عشان نطمن نفسي إيش سويت فيه يقول لك أنه listening prompts يخلي مخهم يبدأ يطلع أوكي فما قال الكمية حلو يشجعهم يتكلمون أو يعطيهم خليهم يطلعوا effort زي ما قلت effort طيب إيش اللي غير ممكن لحي يكون عد رحمهم كنشوف تسديلات طيب خلينا شوف تسديلات اللي هو هادي صح فقرة دي فقرة دي مو جيكنا عليها أصلا هو ممكن هذا المعلوم خلينا نقرام رتاني خلينا نفضل الموضوع نحاول نقرام من هنا فالناس بيسمعوا مقاطع مدري إيش The study found that one baby parents that more baby talk for more the more their youngsters began to bubble إنو قد ما أو babble إنو قد ما العباء تكلموا قد ما أطفالهم تكلموا أوه wow that sounds صراحة كويس sounds good enough والإجابة هو هذا الشخص فهل هادي معناها صح حلو يعني ملتانية connection between amount of baby talk baby talk و amount اللي vocalizing they do themselves الفوكلايزينج معناها يتكلموا فهل فعلا هو نفس الشخص إذا إيوه فممكن معناها بيه فنكونا فقردي أوكي إيوه صح the more the youngsters began to babble and that kind of make sense again إيوه نفس الكلام إيوه نفس الكلام إني بابل معناه يتكلم و حينما قلنا وفهمناها كذا من السياق إنو قد ما سمعوا أكتر قد ما يمديهم يتكلموا أكتر وطبعا الشخص الموحيد اللي موجود هنا هو هذا الشخص اللي هو نيران ومدرياش نجرب 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 فهذا النيران معناها فقرة بي خليشو بي سي اي بي الحمد لله واو كانت دوّخ أوكي فلنقارننا الأماون بالأماون and that's it guys we're done حلو الحمد لله خلصنا تمني أسئلة كاملة يعني حبة بحبة يعني أنا صاح عبد الرحمن يجي لناس اللي ما شاء الله اللي يقول عبد الرحمن deep breathe 100% أسامة لكن حلناها من القلب حلو make sense تحمست وروح لأخذ خيارتي شريف نور that's awesome فطبقنا تكنية حاد ما قرينا القطعة ما فهمناها كلها حاولنا نخبص أنا بالنسبة لي قسم القراءة وأي سؤال بتجاوض قسم القراءة نصه إنك تدور المكان وتدور المكان ما يحتاج إنك تعرف English أصلا أو تحتاج بس تعرف الأساسيات that's 50% فنصه اختبار قراءة من العقل من تكنية حاد والنصه الثاني هو فهم لما تعرف وصراحة هو أقل من النص ممكن يقول 30% و20% إنك تفهم الكلام الفعلي اللي تقال وتستنتج منه والاستنتاج نفسه لما تعرف المكان هذي 30% من اختبار القراءة وهذا يحتاج للإنجليش هذي بعض حينما تصبط معاك بعض حينما تصبط معاك لكن مو كويس نضمن 60% فقط من تكنية حاد أو 70% من قسم القراءة فأتمنى تسوى ورش عن العناوين ترى توقع سويت أتش ماني يادر أسبق لكن إيوه سويت ورش كاذا اللي منك وعليس عن ورج وبدأ عبد الرحمن ليش ما سويت ورش أكتر دقيقة طبعا ورش العمل لا تقول عبد الرحمن أنا جالس أتفرج ورش العمل لما تحتاج لما زالي تعب زالي كانو تحتاج كده دفة كده قوية فوقتها تعال هنا حلو حتكون عندك ورشة تدريب على القراءة في 27 فبراير فهذه حلت فيها أكيد فعندك أسهلة كتيرة على قسم القراءة خلينا حتى لدرجة تدريب على أصعب قسم القراءة حليناها تطوير القراء هذه الحاجة الثانية فأيو فتلاقي ما شاء الله الورش موجودة بالكامل من القلب يعني فتلاقي بالحاجة موجودة هناك طيب فواتس ناكس شايفين ما هارف كلمات ما عندي فكابلري ما شكل موضوح شكل يبدو مرة صعب المعقد هناك أني ما نفهم شي أشطب الكلمة مناسب تعرف كل شي السؤال هطلع مو لازم تجاوب كل الأجابة وكلها صح حلو حاول أفضل ما عندك تكنيكة حاد وبإذن الله هتزبط معاك وما هتزبط معا أول مرة دائما نعطيها مثال تخيلني قعد تروح المكتب كل يوم بالمشي أعطي لك دراجة دراجة أسرع بكثير وانت عارف الدراجة أسرع بكثير وانا وريتك وانا بزوك بالدراجة أسرع منك زي في هذا الورشة لكن لما انت فعلا نحتجز وانت عارف الدراجة لأن الموضوع الجديد عليكم متى عارف توازن حطيح 17 مرة حلو فهو حتاج لك شويتين تتدرب عليهم في الاختبارات التجريبية وانت سترى أميزن رجلس بإذن الله يعطيكم ألف ألف عافية مرة المبسطة بورشة هذه والورش الجاي بإذن الله راح تكون على أسئلتكم بإذن الله إن شاء الله كل عام ونتبه في خير بعد العيد حشوفكم حشوفكم على أكشن كوي حرجوا على أسئلتكم وقت العيد حاولوا استغلوا أنا دائما أناني في موضوع الوقت في كل عام متى بالفخير مقدما ما حشوفكم في يام العيد وورشة وذلك كده لكن إن شاء الله حشوفكم بعدها بإذن الله فحاولوا قد ما تقدروا استغلوا وقت العجازات وذلك كده as much as you can وفي الخدمة بأفضل اللي أقدر عليه من كل عام وأنت بالفخير وأعيدكم إن شاء الله مبارك بإذن الله خلالكم يوم عادي نوقف في العيد لا أو شوية كمان جدا رائع فكرة لا توقف أسمع برنامات صوتي طيب وأنت رائح وحاجة طيب فأيلا قاتل أعطيكم فعافية amazing work please keep it up and it's not that difficult جميع شفتوا أصعب أسئلة قطعة حقيقية and we just did it فأعطيكم فعافية مع السلامة في أمان الله أراكم أنا خير جميل جدا I hope it made it brought your value تعادتك وعطت لك واستفت فعلا ورقيت أوووو كي أنا أيوه هذا بالضبط لكو تحب صح أنه يعني I can really أحس بحاجة غريبة وحرفين وقعد أصور أنه I know it's super hard أنك تشوف كل 50 60 ساعة كم 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 وقتها ساعتين أوك فأبراكسيمي ساعتين هذا مرحبا لا أدري كيف أنك وصلت إلى الساعتين هذه دعني تحديدا أنك تشوفت لنهاية قل لي عبر حمان تشوفت لنهاية وقل لي لماذا شفت أصلا ما شفت وما يساعدك فعلا ما يجعلك تشوف كل هذا الساعتين فأتمام من كل قلبي ليك التوفيق تحديد من قسم القراءة وتحديد تجالك هذا النوع على الأسئل الذي جاءت لك فأنا أريد أن تكون شيئا رهيبا وقوية بإذن الله وأعطيكم ألف عافية وفي فيديوهات موجود لايك سبسكرايب والخمسين في حاجة هذه وأكيد أنك قمت عندي تساعتين أصلا سبحانك الله بحمدك نشاء الله أنت سوف نتوب إليك نشوفكم أنا خير اشتركوا في القناة